ينهي الناخبون الأوروبيون اليوم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبية حيث أشارت توقعات بأن يتوجه البرلمان نحو اليمين وتزايد أعداد المتشككين في الاتحاد الأوروبي واليوم سيدلي الناخبون بأصواتهم في كل من فرنسا وألمانيا وبولندا وإسبانيا بينما تجري إيطاليا يوما ثانيا من التصويت هذه الانتخابات ستحدد كيفية مواجهة الاتحاد الأوروبي التحديات الكبيرة على رأسها روسيا والمنافسة الصناعية المتزايدة من الصين والولايات المتحدة وتغير المناخ والهجرة كما تتوقع استطلاعات الرأي أن يخسر الليبراليون والخضر المؤيدون لأوروبا مقاعدهم مما يقلل أغلبية يمين الوسط ويسار الوسط ويعقد الجهود الرامية إلى إقرار قوانين جديدة للاتحاد الأوروبي كما أشارت الاستطلاعات أن حزب الخضر الأوروبي سيكون من بين أكبر الخاصرين في هذه الانتخابات لأنه يواجه رد فعل عنيف من الأسر والمزرعين وذلك بسبب سياسات الاتحاد الأوروبي باهظة التكاليف أما بالنسبة لكتلة تجديد أوروبا الليبرالية أوضحت الاستطلاعات أن الصورة قاطمة لمستقبل هذه القتلة في الانتخابات كما كشفت الاستطلاعات أيضا أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان سيهزم حزب النهضة الوسطي بزعامة الرئيس إمانويل ماكرون في فرنسا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فرنسا كما عدة دول أوروبية على موعد اليوم مع انتخابات البرلمان الأوروبية وفي إطار الحملة الانتخابية التي تتسارع وتيرتها يبرز وجه قد يكون الأبرز عربيا في سياق الحملة وهو ريمة حسن الحقوقية الفرنسية من أصل فلسطيني أنا قادمة من اللا مكان وأعيش في اللاهوية تقول ريمة حسن الحقوقية الفرنسية من أصل فلسطيني هذه المرشحة للانتخابات الأوروبية على لائحة حزب فرنسا غير الخاضعة من أقصى اليسار بدأت خطابا لها حضره المئات بأقوال مأثورة ومؤثرة لمحمود درويش وأدوار سعيد بحضور جون لوك ميلانشان زعيم أقصى اليسار يقول الشاعر الفلسطيني محمود درويش عن نفسه من أنا خارج المنفى أما أنا فأقول إنني وصلت إلى فرنسا باحثة أيضا عن ملجأ ووطن وهوية التقيناها في مقر حزبها فتحدثت لنا عن حجم الضغوط التي تتعرض لها منذ ترشحها حددوني بالقتل والاغتصاب وكشفوا عن عنواني ورقم هاتفي تتواصل محاولات ترهيبي سياسيا عندما تدعو هذه الناشطة الحقوقية إلى المشاركة في تظاهرات عبر فرنسا للمطالبة بوقف ما يتعرض له المدنيون في غزة ينزل الآلاف إلى الشوارع وأحيانا عشرات الآلاف وبعضهم يبادر إلى الحديث عنها ريمة حسن تستند إلى القانون الدولي وهي محامية ويصعب تهميشها إعلاميا وسياسيا الحزب الذي تنتمي إليه ريمة يحشد قواه قبل أيام من الانتخابات الأوروبية ويجعل من انتقاد إسرائيل حصان معركته الانتخابية المجرمون لهم أسماء أحدهم يدعى بنيامين نتنياهو إنه مجرم خطاب أقصى اليسار هذا بصوت ميلانشون لا يلقى إجماعا حتى ضمن اليسار أما اليمين فيصف هذا الخطاب بالشعبوي هناك استخدام سياسي شعبوي للنزاع في الشرق الأوسط من جانب أقصى اليسار وهذا مؤصف أصداء الحرب في غزة تتردد في الشارع الفرنسي وعبر وسائل الإعلام وحتى في أروقة مجلسين نواب والشيوخ هذه المرة لم ينقسم الفرنسيون فقط بين يمين ويسار بل إن اليسار نفسه منقسم بين أقصاه المؤيد للفلسطينيين دون تحفظ واشتراكيه الذين يتابعون ما يجري دون اهتمام أما اليمين فموحد حول ما يسميه حق إسرائيل في الدفاع عن النفس سينق نايبر الحدث تاريس من ميلانو ينضم إلينا موفد الحدثة فادي الدهوك مساء الخير فادي إذن إيطاليا حيث أيضا يصوت الناخبون في هذه الانتخابات للبرلمان الأوروبي والتي قد تستمر إلى الغد كيف هي الأجواء خصوصا مع استطلاعات الرأي التي ترجح حزب جورجيا ميلوني في هذه الانتخابات بفوز بعدد كبير من المقاعد صحيح حزب جورجيا ميلوني أخوة إيطاليا هو المرجح أو هو الحزب الأول في استطلاعات الرأي الذي سينال أكبر عدد من الأصوات لكن عموما الإقبال على هذه الانتخابات هو محل سؤال الآن خصوصا وأن إيطاليا هي اليوم في اليوم الثاني من التصويت ونسبة الإقبال حتى هذه الساعة تجاوزت بقليل 25% وهي نسبة متدنية بشكل كبير كانت التوقعات أن يكون حجم الإقبال أقل من 50% لكن ليس 25% لكن ما يزال هناك بضع ساعات حتى تغلق صندوق الاقتراع في الحادي عشر ليلا وكما ترون أنا أقف أمام أحد مراكز التصويت هناك حركة قليلة للذين يأتون للتصويت ومعظمهم بالمناسبة من كبار السن هناك مقاطعة كبيرة من قبل شريحة الشبار الذين رفضوا المشاركة بهذه الانتخابات الناخبين هل هناك أسباب لهذه القلة من المشاركة أن تصل نسبة المشاركة إلى 25% كما تقول هناك أكثر من سبب أبرز هذه الأسباب أولا أن هناك انتخابات محلية في البلدية تنظم في 3700 بلدية وهي تأتي بالتزامن مع تنظيم الانتخابات للبرلمان الأوروبي لكن أيضا سبب آخر ومهم يتعلق بالانتخابات الأوروبية هو أن المرشحين لم يتحدثوا كثيرا عن أوروبا أو عن مواضيع أوروبية في حملاتهم الانتخابية واقتصر تحاديثهم فقط على شؤون داخلية وهو ما لا يتناسب مع طبيعة هذه الانتخابات هذا ما كان يقوله عدد كبير من الناس والمعلقين والمحللين كذلك لكن اليوم على سبيل المثال كان هناك تصريحات لأحد المنافسين بشدة كذلك وهو نائب ميلوني من أحزاب أقصى اليمين ماتيو سالفيني كان يهاجم الرئيس الفرنسي وطبعا هو كسر حالة الصمت الانتخابي وقال أن أو استغل عندما صوت هنا في ميلانو حيث أنا أتواجد استغل ذلك بهجوم قاس ضد الرئيس الفرنسي وصفه بأنه شخص خطير للغاية وغير سوي واتهمه بأنه يقود أوروبا إلى حرب عالمية ثالثة نتيجة موقفه من الحرب في أوكرانيا طبعا سالفيني هو أحد الأشخاص الذين يحاولون إنشاء تحالف مع زعيمة أقصى اليمين في فرنسا مارين لوبين وهما على وفاق كبير تحاول جورجيا ميلوني أن تنأى بنفسها حتى الآن عن هذا التحالف بين الحزبين لكن هناك توقعات كثيرة بأن يكون هناك تحالف أيضا بين جورجيا ميلوني ومارين لوبين لاحقا إذا ما كانت النتائج كبيرة بانتصار أو بفوز هذه الأحزاب في هذه الانتخابات ترجمة نانسي قنقر